اشترك في قناتنا ريوش تي بي ليصلك كل جديد اولا باول خصال برجك التي يجب عدم التقليل من شانها برج الحمل الحياة تمكنت من جعلك تنكسر لكنك تقف مجددا وتواجه ثم تكرر الامر انت من النوع الذي لا يستسلم وتصميمك لا يجب ان يتم التقليل من شأنه على الاطلاق صحيح انك احيانا تقرر الابتعاد ولكن ذلك لا يعني الاستسلام بل هو وبكل بساطة قرار تم اتخاذه بوعي لان المسار هذا سيمنعك من تحقيق اهدافك برج الثور انت الصدر الحنون حين يحتاج اليك من تحب ولكن في حال حاول احدهم خداعك او حين تصبح الامور بالنسبة اليك غير منطقية فانت تبتعد كليا اي شخص يحاول فرض منطقه على الثور لن يجد سوى العناد الاسطوري بانتظاره قدرتك على الفصل بين العاطفة والمنطق لا يجب التقليل من شأنها برج الجوزاء هناك وجهان لكل عملة والجوزاء هو ملك الانتقال من وجه الى اخر لا يجب التقليل من شأن قدرة هذا البرج على التأقلم مع اي موقف مهما كان معقدا حين يلتزم هذا البرج فهو هناك قلبا وروحا ولكن حين يشعر بان الامور غير منطقية فهو ينسحب ويتأقلم رغم كل الالم برج السرطان هذا البرج عاطفي جدا ولكنه ذكي لدرجة انه لا يظهر ذلك الغالبية تقلل من شأن هذا البرج ولكنهم مخطئين لانه لا مجال للتشكيك بحجم حب هذا البرج لمحيطه لعائلته ولاصدقائه برج الاسد الاسد هو ملك التفكيش قبل الاقدام على اي خطوة هامة حين يجد هذا البرج نفسه في موقف يتطلب منه التفكير مليا فلا حدود لما قد يفعله من اجل ان يضمن ان ما يفعله هو الصواب القوة العقلية التي يملكها الاسد لا يجب التقليل من شأنها برج العذراء تملك موهبة في تحليل الواقع واكتشاف الاسباب النفسية التي ادت الى كل هذه الدراما لا عجب ان كل محيطك يلجأ اليك للحصول على نصيحة انت تعرف تماما ما الذي يحرك النفوس والشخصيات كما انك تتعلم من اخطاء غيرك برج الميزان قدرتك على حب كل شيء وكل شخص لا يمكن التقليل من شأنها لا حدود يتوقف عندها برج الميزان عندما يحب سواء كان هذا الحب للاصدقاء او العائلة او حتى للشريك برج العقرب لا يمكن التقليل من شأن قدرة العقرب على الانتقام البرج هذا وحين يكتشف بانه تعرض للخداع فهو يرد الصاع صاعين حتى قبل ان يتمكن الاخر من معرفة ان العقرب اكتشفا امره وحين يقرر العقرب الانتقام تكون النتيجة كارثية للطرف الاخر برج القوس لا يمكن التقليل من شأن تفاؤل القوس وحبه للحياة كما لا يمكن التقليل من شأن الثمن الذي يدفعه لكونه يملك روحا حرة هذا البرج لعله من الابراج الاكثر وحدة وهو يعاني وحيدا حين يشعر بانه لا يملك اي سيطرة على نمط حياته الذي يسير بسرعة برج الجدي الجدي يتم اتهامه بالبخل لكن الواقع هو انه حريص ومنطقي وعقلاني هذه الخصال لا يمكن التقليل من شأنها اي شخص ينشد الاستقرار المادي في حياته عليه ان يتواجد مع الجدي برج الدلو لا يجب التقليل من شأن التزام الدلو بما يقوم به الغالبية تعتبره من الابراج التي لا يمكنها الالتزام بشيء وغالبا ما تنسحب قبل انجازها ما عليها انجازه هذا البرج لا يمكنه المضي قدما والالتزام ما لم يكن متعلقا قلبا وروحا بما يقوم به برج الحوت الحوت يملك روحا لطيفة جدا وغالبا ما يتم اعتبارها كدليل ضعف في الواقع تحمل ما يتحمله الحوت من الاخرين يتطلب الكثير من الصبر والانضباط والوعي هذا البرج اقوى باشواط مما يظنه الاخرون ترجمة نانسي قنقر